حراك سياسي فاعل أثاره لقاء رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي برئيس حزب التصدي خالد العبيدي والذي أشهد بمبادئ تقدم بالبحث عن حلفاء في الساحة السياسية إيمانا منه بوضع رؤية تجذر الاستقرار للبيت السنية الحراك أثار ورقة اختيار رئيس البرلمان من جديد إلا أنه حمل مفارقة بحسب مراقبين كون أن اللقاء جاء بحضور مرشح الإطار التنسقي محمود المشهداني والنائب طلال الزوبعي وهنا عادت دوامة التساؤلات حول التفوق الكاسح لتقدم والذي استطاع أن يضيفه إلى أغلبيته المؤكدة بالحجة والدليل والأرقام بالإضافة إلى أن التقدم يتحدث بأنفاس ثقة على أرضية ثابتة حيث يريد الحزب إيجاد التوافق في البيت السني للنجاح بورقة اختيار الرئيس بعيدا عن أي تقلبات أو خروج عن السرب السني تماما كما فعلت اجتماعات كتل أخرى كعزم وحسم ولم تفلح بالنتيجة للوصول إلى توافقات سياسية نظرا لغياب الأغلبية لديها وهنا تفوقت معادلة الإجماع على أن تقدم هو الكتلة الرصينة المتحدة وهو ما لم يحدث في أروقة عزم سيما مع التذبذ بالعلاقة مع الإطار التنسقي حيث كشفت تسريبات عن سحب الدعم لمثنى السامراء وخميس الخنجر بسبب عدم الوضوح وعدم امتلاك تواقيع دقيقة وعمليا فإن انشقاقات واضحة في تحالف العزم وفورة غضب على السامراء لسوء إدارة الملف تبقى كلها نقاط ضعف واضحة أمام ثقة تقدم بأغلبيته وفق الأرقام والأدلة التي يمتلكها حيث يستطيع تقدم الوصول إلى 51 نائبا بموقف ثابت ومتحد غير ذلك الذي كان تداوليا في اجتماع الأغلبية المزعوم حسم وعزم والسيادة والتي تبددت مواقف بعض من فيه من نواب حول نية البحث عن بديل لمرشح منصب الرئيس اشتركوا في القناة